احتفل غبطة البطريارك رفائيل ساكو بطرياركو الكلداني بقداس عيد الشعنين والطوافي بأغصان الزيتوني في كل المن كتدرائية مار يوسف والدير الأم لبنات مريم الكلدانيات في بغداد بمعاونة عددا من الأباء الكهنة وحضور جمهور غفيرا من المصلين وعددا كبيرا من الأطفال يرتلون بأغصان الشعنين وفي الموعظة شرح غبطته معاني هذا العيد الذي يعتبر فرصة للمؤمنين لمراجعة أمور هامة في حياتهم لكي يصوبوا جهودهم للسير على خطى يسوع المتواضع ويطبقوا تعليمه على رجاء الحياة الأبدية كما طلب رفع الصلاة من أجل العراق للخروج من أزماته ومن أجل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا وعودة السلام